اسمح لي أن أذهب سريعا إلى بيروت وضيف الكريم سيادة العميد ناجي ضيف الكريم من هناك سيادة العميد ناجي عسكريا هل تنجح إسرائيل في الصمود أمام الجباهات القتالية المتعددة من غزة إلى لبنان مع احتمالية ببدأ عمليات عسكرية جديدة في الضفة الغربية التهديد بتوسع العمليات ضد إيران كل هذه الجباهات المتعددة يعني عندما قدم إلى إسرائيل رئيس أمريكا سيد بايدن قال أننا لن نبقي إسرائيل تحت التهديد مستقبلا ومنذ حوالي الشهر أضيعة بأن أمريكا زودت إسرائيل بخمسين ألف طن من الضخائر والمتفجرات والأسلحة وعندما طلبت إسرائيل 12 مليار دولار من الأسلحة وافق الكونغرس الأمريكي لدى هذه الدارة الحالية على 26.4 مليار دولار من الأسلحة وإذا كان يبدأ بهجوم بري إلى لبنان يعني يؤيده كل من يتزاحم الحزبان الأمريكيين على تأييد إسرائيل في فترة الانتخابات اليوم إذا عدنا إلى كلام نتنياهو بأننا نحقق أبدية إسرائيل ونصنع خريطة جديدة للشرق الأوسط هو ليس فقط رفع أمام الأمم المتحدة في 2023 أيلول من العام الماضي سبتمبر في أمام العالم كله في الأمم المتحدة خريطة إسرائيل ابتلع فيها الضفة الغربية وابتلع فيها غزة وخريطة تصل إسرائيل من النهر إلى البحر عسى أن يكتفي بذلك ولكن يبدو أن أحلامه بتغيير خريطة الشرق الأوسط أعتقد أنه سيحتل جنوب لبنان بعد أن فرغه من أهليه هذا ما يحلم به لكن المقاومة ما زالت بالمرصاد وما زال القدرات للمقاومة تحول دون تحقيق طموحاتهم ترجمة نانسي قنقر